موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في الترسي الخامس عشر من سلسلة عصارة المرحلة الابتدائية اليوم سأذهب إلى المتلتات في الفرنسية تري هى الزوايا المتلتات يوجد ثلاثة الزوايا اول نوع من المتلتات هو تريونجل كالكونج تريونجل كالكونج هي المتلتات التي لا تتميز بشي شيء خاص به المتلتات عادي هنا السؤال نريد ثلاثة تريونجل lucة أب يعني المتلتات نريد ثلاثة المتلتات مدنات سالت الرسم المتلتات بهذه القياسات ثم بعد ذلك نسميه A نقطة A هنا و هنا نقطة B ثم القياس جال هذا الطلع 6 سنتيم ديما القياس ترسموه تحت من الطلع ماشي فوق منه إنما تحت من النقر ثم بعد ذلك غادي ندوزه باش نرسموه الطلع بسي تسوي 5 سنتيم ثم بعد ذلك نحطفد بنفس الفتحة وتنمشي النقطة B ثم نرسم القوس بهذه الطريقة ثم نحطفد بنفس الفتحة نفس القياس 5 سنتيم و ترسم القوس آخر ثم تنشت المستارة وتنرسم الطلع جالي هنا حتى النقطة التقاطع جال الأقواس ثم هذه هي النقطة C وبعد ذلك تنرسم الطلع الآخر اللي هو A C اللي بطبيعة الحال غا تكون فيه هي 4.5 من صيحة هنا تنرسم 4.5 اللي هي A C ثم تنرسم الطلع جالي بهذه الطريقة ثم ترسم القياس جاله 4.5 وهكذا اكون قد رسمت المثلات A B C بحيث A B C يسوي 6 سنتيم A C 4.5 سنتيم هنا ملاحظة ان هذه القياسات دي معناية تنرسمهم بره خارج المثلات لا تنضيش القياسات داخل المثلات إنه مخارج المثلات وتقريبا تكون في منتصف الضلع بهذه الطريقة اذا هذه مسألة انظيمية ومهمة هنا يعرفكم تكونوا تتعرفوا ترسموا المثلات الى اعطوني القياسات بهذه الطريقة هذا A C تنقلوني بالعربية الضلع الضلع A C اللي وبالفرنسية تسمى كوتي كوتي هو الضلع هذا ايضا ضلع B C كوتي بسي ثم هذا ايضا الضلع A B كوتي كوتي ثم ايضا عندنا انا نصلي تسمى الليوما الرؤوس الليوما الصومي 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 هو الرأس الرأس الصومي ايضا الصومي او تاني هنا صومي اوه رؤوس المثلات اذا رؤوس المثلات هيا الصومي ايضا انا ا 빠zk Hunting كوتي كünden تخير اللعس مثل الضواية تابع نوع الثاني من المثلات وهو تخيونجل إيزوسيل تخيونجل إيزوسيل بالعربية مثلات متساوي الساقين إذن دوزورس ممثلات متساوي الساقين إذن لدينا هنا الطلع الأول ثم تنشط هنا واحد القياس أما يكون صغر من هذا الطلع الفتحة جل بيكار جل لكم ما تكون صغر من هذا الطلع أو لا فايتة الطلع ولكن ما تكونش قد 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 تكون فايتة العبار جل لبيكار تكون القياس فايتة فايتة الطلع أو لقل من الطلع ثم تنرسم القوس الأول ثم احتفل بنفس الفتحة ثم تنجيل القوس الثاني بهذه الطريقة ثم بعد ذلك تنرسم الطلع الجالي الأول بقلام الرصاص وبهذه الطريقة ثم تنرسم الطلع الآخر بهذه الطريقة وهكذا أكون قد أنجزت مطلة متساوي الساقين ثم نسميه مثلا A B C إذن هنا باش كيتميز انتخيونجل إيزوسيل متساوي الساقين يعني بالعالم متساوي الساقين يعني عندي A B دل A B تساوي دل A C هنا هنا لأعقلته اللي معروفش هاد القوضاج هاد الترميز يرجع للدرس اللي قبل من هادا اللي هو الدرس الرابع عشر هنا دلنا هاد الرمز شرطة ودلنا شرطة هنا يعني هاد المسافة A B تساوي المسافة A C رياديا نكتبوها بهذه الطريقة فبل دل making A B تساوي Like A B تساوي و هي الميزة المتساوي الساقين المتساوي الساقين يعني هاد الساق A B تساوي هاد الساق وأيضا عندو مميزات خرا اللي هما الضوايا منfel word 아 300 متساوي الساقين تحيونجل إيزوسيل كان لديه هاد الضوايا ديال لباز ديال أساس هاد الضوايا هادو الضوايا difficulties ديال لباز متقيستان A, B, C A, B, C تساوي هنا A, C, B إذن هاتزاويتان متقايستان فكشي باش دلنا اليوم هنا نفس الترميز هنا هاتز الترميز هنا دلنا لي الشرطة هنا مدرنا ولو يعني هاتي وهاتي متقايستان أخرى لا إذن مثلت متساوي الساقين تتميز بخاصيتين الخاصية اللولة أن A, B تساوي A, C ثم زاويتان ديال الأساس دلنا الأساس هي اللاباز بس كي تسمى اللاباز حيث محطوط عليه المثلات اللاباز ليوسس أو للأساس تكونوا متقايستان دوز للنوع الآخر من المثلاتات يتسمى التخيونج الإكويلاتيرال أشنا هو إكويلاتيرال هو مثلت متساوي الأضلاع إذن نرسموها والتاني مثلت متساوي الأضلاع إذن عندنا هنا دلنا الأول دلنا الأساس ثم هنا تنشطوا القياس قد هذا الطلع حيث هو متساوي الأضلاع دكشي ما تنشطوا القياس قد هذا الطلع جال الأساس ثم ترسموه القوس الأول وتنشطوا بنفس لفتحة جال البكار جال لكم باء البكار ثم تنجيلوا هنا القوس الآخر إذن هاد نقطة التقاطع هي رأس جال هاد المثلات إذن ترسموه الطلع الأول بهذه الطريقة ثم الضلع الثاني أيضا بهذه الطريقة وهكذا أكون قد رسمت موديلات متساوي الأضلاع تخيونجل إكويلاتيران نسميه مثلا هنا كامل أوم كامل أوم إذا مضايح موتيكويلاتيران اعت dens Cruz هذا الميز 그런 يوجد هنا هاد المسافة All تساوي هاد المسافة kM هاد المسافة هاد المسافة kl تساوي هاد المسافة المهن سأقوم ن thou نهيهم نفس الترميز يعني نفس المسافة يعني Hernia يقعeen جال الأضلع بثلاتة متساوية ريادياً KL تساوي المسافة LM تساوي المسافة MK وليبنا نحضر هنا على الزوايا هنا بنسبة خيونج الإكويلاتير على المتساوي الأطلاع تتكون هات الزوايا بثلاثة قد قد إذن هات الزوايا تساوي هات الزوايا تساوي هات الزوايا إذن هنا لحظة تطرنا لهم نفس القوضة جوج سرطات جوج سرطات جوج سرطات يعني قياس ديل هات الزوايا بثلاثة متساويين وأكثر من هذا تنعرف حتى القياس ديلهم يعني هنا يبطل 60 درجة هذه فيها 60 درجة هذه التعية فيها 60 درجة ثم هذه التعية فيها 60 درجة إذن هنا ريادياً الزوايا KML هنا دي مثلاً حطوها تشابو هنا في الزوايا ديل الرأس ديل الزوايا KML تساوي MLK تساوي LKM تساوي 60 درجة إذن هنا عفكم معقلو النثبات للتخيونج الإزوسيل عند الزوايا ديلة القاعدة متساوية ولكن ما تنعرفوش لقياس ديلها ما تنعرفوش لقياس ديل هات الزوايا اللي تنعرفوه لأنها متقاييسة إذا كانت هنا ربعين غتكونت هنا ربعين إذا كانت هنا 20 درجة تكونت هنا 20 درجة إذا كانت هنا 50 درجة تكونت هنا 50 درجة ولكن بالنسبة للتخيونج الإكويلاتيرال تنعرفو بلي الزوايا بتلاتة متقاييسين وأيضاً تنعرفش حال القياس ديلهم 60 درجة فيهم 60-60-60 بتلاتاتهم 60 ديمة ديمة تخيونج الإكويلاتيرال عندو الأضلاع جاله بتلاتة متساويين والزوايا بتلاتة متقاييسين وبالطبق القياس ديلهم هي 60 درجة سوى 60 درجة ندوزو النوع آخر من المثلاتات وهي تخيونجل غيكتونجل عشنا يا غيكتونجل هو مثلات قائم الزاوية غيكتونجل إذا نرسمو نطلع جالي بها الطريقة ثم نستعمل لكيغ ونرسم لكيغ هناك باش نرسم الزاوية القائمة هناك حيث لكيغ في الزاوية القائمة وهو الضاوية القائمة ثم نرسم خطة جاله ولا الطلع ولا لوكوتة جالي بهذه الطريقة ثم نرسم هناك الطلع الثالث وهناك تنجيل هذا الرمز هذا جال جال زاوية قائمة يعني 90 درجة بهذه الطريقة نسميه مثلا ABC باش تتميز هنا مثلات تتميز بالزاوية القائمة اللي هي تتساوي 90 درجة ندازو هنا ينهضر على sum ديزانجل دان تخيانجل مجموع قياسات جال الزاوية جال واحدة مثلت هنا نجي مثلات وعنجي هنا ثلاثة جاود الزاوية الزاوية صفراء هنا الزاوية حمراء هنا زاوية زرقاء هنا نحط الزاوية كما هي ثم نجي ب الزاوية الأخرى نحط كما هي نفس القياس ثم نزيد عليهم الزاوية الأخرى بهذه الطريقة إلا تبعتم الزاوية ستكونوا عارفين هات الزاوية حدثت لنا ضونا وقلنا جميع أنواع الزاوية هات الزاوية هات زاوية مستقيمة الزاوية المثلات تساوي 180 درجة مهما كان هذا المثلات أي مثلات مجموعة القياسة الزاوية تنقوها 180 درجة عافكم رجعوا لي هات الزاوية والسمية بالفرنسية ثم كذلك كلها مثلات باش كإتميز إذا هنا نرسم أي مثلات التي أعطونا القياسات ثم كان أيضا الزاوية اللي يتميز بشكل خاصيات اللي هما أولا الساقين ثانيا الزاوية الأساس متقيسين والكلمة لا نعرفوش القياس بالطبط ثم كان الأضلاع بثلاثة تكونوا متساويين وأيضا الزاوية تكونوا متقيسين وبالطبط نعرفو القياس اللي هو 60 درجة 60 ثم أخيرا كان المثلات قائمة الزاوية باش يتميز بوحد الزاوية القائمة والزاوية القائمة عرفنا بالقياس هي 40 درجة 90 درجة وأيضا هنا مجموع قياس زوايا متلات تساوي 180 درجة نهاية التسلا 15 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر